قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنه تم تسجيل حالتين اليوم في المملكة إحداها لسائق قادما من الخارج من حدود العمري والحالة الأخرى لطفل مخالط لوالدته وبهذا بلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 449 إصابة سجل في المملكة في الـ 24 ساعة الماضية حالتين إحداها لسائق قادم من الخارج في منطقة حدود العمري أما الحالة الأخرى فهي لطفل مخالط لوالدته المصابة في مستشفى الأمير حمزة وبالتالي يصبح العدد الإجمالي للحالات التي سجلت في المملكة منذ بدء الوباء 449 حالة كما سجل اليوم خمس حالات شفاء وبالتالي بقي في المستشفى تحت العلاج 95 حالة كما أجري اليوم ما يزيد عن 2800 فحص للمواطنين وإن شاء الله قريبا ستزيد هذه الكمية لتغطي على الأقل ضعف هذا العدد ترجمة نانسي قنقر